عن جنب الاخر كابلين شاوه غريبي المدير الفني طبعا بيأكد على بيحذر لعب المنتخب وعلى رأسهم طبعا النجم المتقلق مصطفى محمد وايضا النجم أسامة جلال والنجم عبد الرحمن مجدي وكل اللاعبين كلهم بعدم الانشغال بوكلاء اللاعبين وطبعا للأنباء اللي بتتردد دلوقتي ان فيه طبعا مندومين من أندية أوروبية لمتابعة طبعا اللاعب المنتخب خلال بطولة أمم أفريقيا مشاهدة الأيام الأخيرة تردد أنباء حول حضور مندومين عن دية ريال مدريد طبعا ومنشستر سيتي وبشكتاش التركي مباريات بطولة الأمم الأفريقية لمتابعة عدد من اللاعبين من جميع المنتخبات المشاركة في البطولة من بينهم وعلى رأسهم طبعا اللاعب المنتخب المصر زي ما احنا قلنا زي اللاعب مصطفى محمد وعبد الرحمن مجدي وده مهم جدا ان كابتن شاوه غريبي حاول وصل الرسالة دي اللاعبين التركيز دلوقتي وده نقطة مهمة جدا وطالبهم بالحفاظ على حالة التركيز اللي بتسيطر على اللاعبين في المباريات خاصة ان المنتخب لم يحصم التأهل بشكل رسمي للمبياد توكيو 2020 وده نقطة مهمة جدا التركيز لازم يكون مع اللاعب انا بتركيزي في الملعب حد رسالة كمان اللي جاي بيشاهدني حتى لو كي اللاعبين بيتابع المباراة اللي انا ادائي فيه تركيز وادائي رجولي وادائي اكيد يكون جيد لما بكون مركز في المباراة لو انشغلت ان انا قد عروض بشكل او باخر عشان اللي بيشاهدني من الموندمين ممكن ده يأثر بسلبا على اداء وطبعا طالبهم كمان كابتن شاوي غريب ان المرحلة اللي جاية مهمة جدا اللي لسه طبعا لازم يتأهله نصف النهاية سيكون اكثر صعوبة المباراة بتاعته بشكل كبير جدا ونصح المدير الفن اللي لعبين بعدم التفكير في الاحتراف الخارجي الا بعد مشاركة فيه أولمبياد توكيو وفيه نقطة مهمة جدا وخبرة شوية من كابتن شاوي غريب في الحتة دي بيحظى فيها ان البطولة الولمبياد طبعا بكيني اللي جاية عشرين عشرين بيحضر فيها كم اكبر كمان من الموندوب الاندية الاوروبية وهو اللي بيفتح لهم ابواب الاحتراف وتكون شعبيته كبيرة جدا طبعا لدى الجماهير الولمبياد بيبقى شعبيتها اكبر من الولمبياد بيبقى متواجد فيها اكتر من مندوب من وكلاء اللاعبين للاندية المختلفة نقطة مهمة اشتركوا في القناة